بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب دعوني أتأمل معكم بعضا من أسرار هذه الآية الكريمة إن معظم أمراض العصر تتعلق بالقلب لأنه العضو الأكثر تعرضا للإجهادات وبخاصة أننا نعيش في عصر التكنولوجيا الرقمية والسر الذي نريد أن نتعرف عليه هو أن ذكر الله تعالى يمنحك قوة واطمئنان في عمل القلب ويمنحك قدر على التنفس وتخفيف الإجهادات عن أعضاء جسدك وبخاصة الدماغ يمنحك التخلص من الخوف والقلق والتوتر والمساعدة على النوم الهادئ وزيادة الثقة في النفس لأنك تشعر أن الله معك هو خالق الكون وبالتالي تتخلص من الاضطرابات النفسية ومن هموم الحياة وأخيرا ذكر الله يمنحك التفاؤل لأن الإنسان إذا تعرف على شخص غني أو مسؤول مثلا يشعر براحة نفسية ويشعر بقوة وثقة وتفاؤل أن هناك خيرا سيأتيه مثلا فكيف بمن يقترب من الله عز وجل الذي بيده الفضل وبيده الخير وبيده كل شيء كيف إذا شعرت أن هذا الإله العظيم هو معك وقريب منك فإن ذكر الله يعطيك مزيدا من التفاؤل لذلك هذه دعوة نوجهها لكل إنسان يعاني من الخوف أو الحزن أو القلق أو الاكتئاب أو غير ذلك عليك بذكر الله وأن تتذكر هذه الآية العظيمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم